شاهدين الكرام وبنتابع مع بعض فعليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما ضفتي العزيزة الحقيقة هي مش مجرد محبة للفن وشغافة ناحية الفن لا هي بتتعامل مع الفن وكأنه ابنها اللي قرب منه بيتهبش مدفع عنه بقوة رهيبة وبثبات دائما وأبدا ولذلك لها رصيد كبير جدا عند الجمهور غير طبعا الرصيد على المستوى الفني واستمتعنا بكل أعمالها النجمة الكبيرة أستاذ إلهام شاهين برحب بك معنا ومنورانا مرسي يا رامي مرسي جدا والفن بجد ابني اللي قرب له أكله شوفنا كده كتير طبعا هو مهم جدا في حياتنا في حياة الشعوب ده مقياس التحضر في أي شعب في أي بلد هو قيمة الفن عنده قد إيه ده غير كمان أنه الفن يعني بيوثق الحياة الاجتماعية والسياسية في فترات مختلفة طبعا والتاريخية وكل حاجة يعني أولا طبعا لا يا فوقي هو الحياة لازم نبارك ألف ألف مبروك على التكريم المستحق برسي جدا ويعني بداية شعور حضرتك إيه بلحظة التكريم ليه في مهرجان زي ده اللي تولد كبير وفيه دورته الأولى حقيقة مهرجانة ولد كبير وبشكر دكتور يحل فخارواني ودكتور أشرف زاكي وكل الحقيقة القائمين على هذا المهرجان إنهم عملوا مجهود كبير إنه يتولد كبير فشيء فرحنا وشيء جميل لمصر والإسم الفن المصري وأنا كنت سعيدة سعادة بالغة بهذا التكريم مهما الواحد اتكرم بره بلده لما بيتكرم بقى جوه بلده في بيته عارف بتبقى ليها طعم تاني وبتبقى ليها فرحة خاصة جدا صحيح وشايف حضرتك إزاي أهمية وجود مهرجان زي ده مهم جدا يعني مصر طول عمرها كان لها الريادة الفنية في الوطن العربي كله هذا المهرجان هيخلق روح جميلة حماسية وتنافسية وده شيء صحي جدا يعني إنه هيبقى فيه تنافس فعلا إنه مين يقدم أحسن دور ومين يقدم أحسن عمل عشان ياخد جايزة في مهرجان الدراما فده شيء جميل يعني كلنا متحمسين كلنا مبسوطين افتكرنا كل الذكريات الحلوة الأعمال الجميلة اللي تقدمت سابقا وإن شاء الله اللي جاي بأجمل وأجمل إن شاء الله بتتمني إيه في اللي جاي حضرتك تتمني شوفي الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تكون شكلها عامل إزاي والله يعني أنا شايفة إن أول سنة ما فيهاش أي سلبيات عشان ممكن نقولهم عليها على أساس يتلفوها السنة الجاية بالعكس يعني هم مقدمين مهرجان على أعلى مستوى والحقيقة من أول لحظة يعني وجود اسم أستاذ يحيى الفخراني هو مدعاء للثقة والإحترام والقيمة أول ما قالولنا مهرجان ورئيسه يحيى الفخراني كلنا قلنا ده مهرجان عظيم ده مهرجان محترم ده مهرجان قيم فمش مطلوب أكتر من اللي تعمل السنة دي بس مطلوب إنه كل سنة يبقى عندنا أعمال أجمل وأجمل إن دايماً مصر تقدم أعلى دراما أو أعلى مستوى فني لإن ده المصر وللعالم العربي كله وخصوصاً المنافسة بقى المفترض الأعوام القادمة القاعدة هتتوسع لكل المسلسلات في مصر والوطن العربي فزي ما حضرتك قلت هتبقى فيه حالة من التنافس الطيبة عشان كل واحد يجود أكتر في الأعمال اللي بيقدمها طبعاً يهمنا إنه يبقى مهرجان دولي مش خاص بمصر بس لكن فعلاً نوسع التنافس أكتر إنه يبقى لكل العالم العربي إن شاء الله متحضر لنا إيه إن شاء الله فيه عمل بيكتبه الأستاذ إبراهيم عيسى يا رب مع شركة فنوم مصر بإذن الله والمخرج عادل أجيب سينما أو دراما دراما رمضان اللي جاي طيب حلو جداً عننتظر رمضان اللي جاي بإذن الله كسر الدنيا زي ما كسر الدنيا كمان مسلسل حضرتك في رمضان الماضي برسي جداً شكراً جزيلاً شرفتين ونورتين ألف شكر شكراً لحضرت